بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع مسائل حول إيجاد معقوس المصفوفة وشرط وجود معقوس المصفوفة باستخدام المحددات ما هي قيم K التي تجعل A singular matrix أي مصفوفة وحيدة أو شاذة ليس لها معقوس هذا السؤال معناه أن محدد المصفوفة يساوي صفر أي أن السؤال بتريقة أخرى ما هي قيم K التي تجعل محدد المصفوفة A يساوي صفرا في المسألة التي معنا على اليسار محدد المصفوفة A يساوي عناصر القطر الرئيسي K ناقص واحد في K ناقص اثنين ناقص حاصل ضرب عناصر القطر غير الرئيسي اثنين فيه ثلاثة بستة لابد أن هذا يساوي صفرا حتى يكون المصفوفة singular أي ليس لها معقوس نضرب K في K تربيع طرفين في وسطين ناقص ثلاثة K زائد اثنين ناقص ستة يساوي صفر K تربيع ناقص ثلاثة K ناقص أربعة يساوي صفر بالتحليل عددان حاصل ضربهما أربعة والفرق بينهما ثلاثة هما أربعة في واحد الكبير سالب أربعة والصغير موجب واحد إذن فإما K زائد واحد تساوي صفر أي أن K تساوي سالب واحد وإما K ناقص أربعة تساوي صفر أي أن K تساوي أربعة فمجموعة الحل التي تقعل هذه المصفوفة singular matrix كي تنتمي لمجموعة الحل سالب واحد وأربعة ومع المسألة الثانية يمكن فك محدد هذه المصفوفة باستخدام أي صف أو أي عمود أو استخدام طريقة الشبكة أنا سأحلها بفك هذه المحدد باستخدام الصف الأول العنصر واحد كما تعلمون في قاعدة الإشارة إشارته موجبة واحد في المحدد النتج عن حذف الصف والعمود الذي فيه واحد يتبقى سالب واحد صفر اثنين K الجزء ثلاثة إشارته أيضا موجبة هذا العنصر المحدد الباقي اثنين سالب واحد أربعة اثنين نريد أن هذا يساوي صفرا أي أن سالب K ناقص صفر زائد ثلاثة أربعة ناقص أربعة في سالب يساوي صفر سالب K زائد أربعة زائد أربعة ثمانية ثلاثة ثمانية أربعة وعشرين يساوي صفر أي أن K يساوي أربعة وعشرين أي أن القيمة التي تجعل هذه المصفوفة سينجولر أي ليس لها معكوس هي موجب أربعة وعشرين ناقصité